وفي الأخبار الرياضية نستعرض معكم أبرز الأحداث المحلية والعالمية من خلال هذا التقرير ضمن ختام الجولة الخامسة من الدور الممتاز لكرة اليد حقق فريق العربي فوزا ثمينا على حساب اليرموك بعد أن تغلب عليه ب32 هدفا مقابل 26 في اللقاء الذي جمعهما على صالة الشيخ سعد العبدالله بهذا الفوز رفع الأخضر رصيده للنقطة السادسة منفردا بالمركز الرابع في حين توقف رصيد اليرموك عند النقطة الثانية بالمركز قبل الأخير وفي لغاء آخر تغلب السالمية على نظيره كاظما ب30 هدفا مقابل 27 ليرفع السماوي رصيده للنقطة الثامنة وبفارق نقطتين عن الكويت والقادسية الذان يتقاسم عن الصدارة من جانبه تجمد رصيد البرتقال عند النقطة الثالثة بالمركز السابع موسيقى